تشهد البلدان العربية والأوروبية جرام ما يسمى بالشرف لكن أصحابها يبررونها بالدفاع عن شرفهم وشرف العائلة ودائما المرأة هي الضحية نسأل عن هذا الموضوع ضيفنا من ألمانيا الخبير بشؤون الأوروبية والألمانيا دكتور عبد الرحمن عمار دكتور عبد الرحمن مساء الخير وأهلا بك في صدر الأسبوع مرحبا دكتور عبد الرحمن في البداية ما أسباب انتشار هذا النوع من الجرائم إلى جانب تبرير الناس طبعا بأنها للدفاع عن شرفهم وشرف العوائل بداية فيما يخص هذا المصطلح فيسمى جرائم قتل النساء وطبعا هناك جزء كبير منها يتم باسم ما يصطلح عليه الدفاع عن الشرف يعني الذين ينفذون هذه الجرائم يقولون بأنهم يدعون الدفاع عن شرفهم وهي مسألة طبعا فيها نقاش كبير قانوني وديني وأخلاقي وسياسي وثقافي كذلك فيما يخص ارتفاع عدد الأرقام طبعا مثل هذه الجرائم ليست بالجديدة كل ما حدث هو أنها ارتفعت في الأونة الأخيرة قد يلعب أيضا الوضع الذي تمر منه الكثير من البلدان في العالم دورا كبيرا في ذلك أيضا تلعب وسائل الإعلام الجديدة دورا في الكشف عن مثل هذه الجرائم ومثلا في ألمانيا كل ثلاثة أيام تسجل جريمة قتل تذهب ضحيتها امرأة والفاعل والجاني هو الرجل طبعا الدوافع تختلف من فاعل إلى آخر لكن القاسمة المشترك بين كل هذه الجرائم هو أن هؤلاء الرجال يدعون الدفاع عن شرفهم وعن حقوقهم وأيضا الرغبة في السيطرة على المرأة وجعلها تخضع لاختيارة الرجل وهي مسألة تشهدها الكثير من بلدان العالم حيث تسجل يوميا حوالي 3000 جريمة قتل تذهب ضحيتها النساء والفاعلون هم رجال السؤال كيف يستقبل المجتمع تلك الجرائم خصوصا في البلدان العربية وكيف يتعامل معها هل لوصال التواصل دور في ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم أو حتى الانخفاض؟ طبعا الغالبية يدينون هذه الجرائم وتهز الرأي العام سواء هنا في أوروبا أو أيضا في البلدان العربية مهما كانت مبررات الفاعل فإن القتل غير مقبول سواء تعلق الأمر بأخ يقتل شقيقته أو أب يقتل زوجته أو بنته أو حتى زميل يقتل زميلته إلى غير ذلك أو مطلق يقتل زوجته السابقة لأن هذه الحالات الأكثر انتشارا طبعا الإدانة هي السائدة لكن للأسف الشديد هناك أحيانا من يهلل مثل هذه الجرائم مثلا إذا قتل أخ أخته لأنها تزوجت رجلا تحبه عكس اختيارات الأسرة أو فقدت عذريتها كما يدعون إلى غير ذلك من الحالات فإن هناك من يقول بأنها تستحق ذلك وهنا السؤال الكبير وأيضا الحصرة والغضب بأن هناك فعلا من يتواطئ ضد مثل هذه الجرائم هل تقتصر هذه الجرائم على الجالية العربية والإسلامية في أوروبا كما يسوق لها أم أن هذا الموضوع موجود حتى عند الأوروبيين حسب الإحصائيات على الأقل هنا في ألمانيا غالبية الجرائم القتل التي تذهب النساء ضحيتها والفاعلون رجال غالبيتها تتم وسط ألمان من أصول مهاجرة أو مهاجرين هذه لغة الإحصائيات لكن أيضا هناك حالات كبيرة ومنتشرة وسط الألمان على اعتبار أنه مجتمع أغلبي لكن لنفصل إذا تعلق الأمر بالأوروبيين فنادرا ما تكون هناك جريمة قتل لأن أبا غضب من ابنته لأنها تزوجت شخصا عكس اختيارات العائلة أو لأنها ربما تطلقت أو لأسباب أخرى ولكن هذه الحالات نجدها أكثر في المجتمعات المشرقية مسلمين مسيحيين قادمون في الغالب من الشرق وأيضا المسيحيين القادمين من البلدان الإفريقية وهنا دليل على أن المسألة ليست مسألة دينية محظة بل هي ثقافية لأن هؤلاء قادموا من مجتمعات ومن ثقافات أبوية في الغالب إلى حد ما تكون فيها السلطة للرجل والأخ الأكبر أو حتى الأصغر لديه السلطة المراقبة حتى على أمه وأخواته وكل من يحاول أن يغرد خارج سرب العائلة واختيارات العقل الذكورية يكون مصيره القتل والتعذيب وهذه حالات شهدت ألمانيا والكثير من دول الاتحاد الأوروبي حالات مأساوية جدا لإخوة قتلوا أفراد من عائلتهم نساء بسبب ما يبررونه أنهم يدافعون عن شرف عائلتهم وشرف دينهم وشرف ثقافتهم ماذا عن الاستغلال السياسي لمثل هذه الجرائم؟ بطبيعة الحال كل جريمة يقوم بها مهاجر أو ألمان من أصول مهاجرة خصوصا في هذه الضرفية الحالية تستغل سياسيا خصوصا من طرف اليمين الشعبوي المتطرف ويحاول إعطاء تلك الجريمة كمثال وكنموذج على أن المهاجرة أو الألمان من أصول مهاجرة لا يستطيع الاندماج في القيم الأوروبية وطبعا لغة الإحصائيات تقول شيئا آخر لكن عندما تكون هناك جريمة يكون وراءها مهاجر أو الألمان من أصول مهاجرة هذه حقيقة يجب التعامل معها كذلك في نفس الوقت يجب إدانة كل محاولة الاستغلال السياسي لهذه الجرائم لأنها لا تحل المشكلة في نهاية المطاف وتكون فقط للمزايدات والاستغلال السياسي الذي لا ثمار له في المستقبل لو نقول على عاتق من تقع مسؤولية وقف هذه الجرائم وكيف يمكن وقفها؟ الكثير من الخبراء يجمعون على أن تشديد القوانين أو قوانين جديدة لن يؤتي تماره وأن الهدف ليس أن تختفي هذه الجرائم بشكل كامل لأن هذا سيكون حلما غير قابل للتطبيق مثل هذه الجرائم للأسف الشديد ستتواصل الهدف هو تقليل هذه الجرائم إذا استطاعت المجتمعات أن تقللها إلى نسب ضئيلة جدا فهذا في حدثاته مكسب كبير وبالتالي فإن الوعي يلعب دورا كبيرا في تغيير ذلك والأسرة لها مسؤولية الأكبر لتلقين أفرادها قيم التسامح واحترام اختيارات النساء سواء تعلق الأمر بالأخت أو بالأم أو بالعمة أو بالزوجة أو بالجارة أو بالزميلة إلى غير ذلك يعني أن نتخلص من العقل الذكورية السلطوية التي تريد التحكم في المرأة وتحولها إلى شيء أو إلى مجرد ألا تخدم الرجل ومصالحها ثانيا يجب فضح كل هذه الممارسات عندما يكون هناك تجاوزات يجب أن تخرج للرأي العام يجب أن يكون حديث حولها لكي تكون عبرة ومناسبة لتوعية الآخرين والتنديد بكل من يقوم بذلك المدرسة تلعب دورا كبيرا وأيضا مراجعات الكثير من المسلمات الثقافية التي تكرس مبدأ علو الرجل على المرأة وأسبقيته في تسيير أمور الحياة الخاصة وحتى العامة وكلها أمور يمكن أن يلعب أيضا الفنان والمثقف والإعلام دورا كبيرا في تسليط الضوء على مثل هذه الأمور من أجل توعية الناس لأن تغيير السلوكيات لن يكون بالقوانين بل يكون بتغيير القناعات وتغيير طريقة التفكير ووجهة النظر في احترام متبادل بين الرجل والمرأة بغض النظر عن الثقافة والأريان الدكتور عبد الرحمن عمار الخبير بشأن الأوروبية والألمانية شكرا جزيلا لك عفوا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة من قضايا دورا